بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الفرق الرابع لرشاد سياحي طلاب مساءكم ودمتم بكل خير اتمنى ان تكونوا في افضل حال نواصل اليوم تقديم المحاضرة السابعة من مقرر اثار مصر الاسلامية اتنين وهي المحاضرة السابعة التي سنتناول خلالها موضوع العمارة المدنية والعسكرية في مصر خلال العصر المملوكي البحر رأينا في المحاضرة السادسة ووقفنا على اشكال العمارة الدينية التي كانت في مصر خلال ذلك العصر سنتناول اليوم العمارة المدنية والعسكرية العمارة المدنية والعسكرية تكثرت انواعها وكثرت أشكالها في ذلك العصر وكانت متنوعة ما بين قناطر للمياه وحمامات وأسبلة وبمارسنات وقصوص ولعل ذلك الأمر كان راجعا لما توفر تحت يدي سلاطين الممليك وأمرائهم من ثروات طائلة مكنتهم من تشيد تلك العمائر أول علا أول ما يقابلنا من أشكال العمارة المدنية هو بمارستان السلطان قلوون البيمارستان كما تناولناه سابقا هو عبارة عن مكان منشأ لعلاج المرضى ويقابل أو يرادف في هذا العصر لفظة أو لفظة مستشفى هذا البيمارستان أنشأه السلطان الملك المنصور قلوون في عام 683 هجرية واستغلق بناءه عامين كاملين وكان هذا البيمارستان ضمن مجموعة من المنشآت تكونت من مدرسة وقبة وبمارستان يطلق عليها أثريا مجموعة سلطان قلوون وتقع هذه المجموعة الآن بشارع المعز لدين الله بن حاسي يقال في هذا الأمر أن السلطان المنصور قلوون أنشأ هذه المجموعة وفاءا لنزر كان قطعه على نفسه قبل أن يتولى ملك مصر وبالتالي أنشأ ضمنه هذا البيمارستان الذي رتب له مجموعة من الأطباء في جميع التخصصات والصيادلة والممرضين والممرضات وزوده بالأساس اللازم وجعل فيه غيادة للكشف عن المرضى وأوقف عليه بعض الأوقاف ورتب له مخصصات للصرف عليه لكن هذا البيمارستان الآن اندثر ولم يبقى منه سوى إيوانات فاطمية وإيوان أقوش وقيمة على أنقاضه حاليا في القاهرة مستشفى الرمى الشكل الآخر من أشكال العمارة المدنية هو سبيل الناصر محمد بن قلوون كانت هناك ثقافة متأصلة لدى أمراء الممليك وزعمائهم وصلاطينهم أن من أفضل القروبات إلى الله عز وجل هي تسبيل المياه وبالتالي حرص الكثير منهم على إقامة الأسبلة من هذا المنظر هذا الشكل الآخر من أشكال العمارة المدنية هو سبيل الناصر محمد بن قلوون الذي أنشأه في عام 726 هذا السبيل يقع في منطقة أثار شمال القاهرة في شرع المعز على يسار الداخل لمجموعة سلطان قلوون السابقة للذكر بإنه حسين الشكل الآخر من أشكال العمارة الدنيا هي قناطر المياه وهي من منشآت السلطان الناصر محمد بن قلوون أيضا عمر بتشيطها في عام 712 هذه القناطر كانت عبارة عن برج سداسي أطره 38 متر وارتفاعه 25 هذا البرج غير منتظم الشكل من الخارج بداخله شكل سداسي ويتوصل إلى سطح مأخذ المياه عن طريق صاعد عمل خصيصا للثيران والبقر التي كانت تتولى عملية إدارة الصواق المركبة فوق الأحوال ثم له قاعم في البئر عبارة عن سهريج دائري الشكل يتصل بالنيل عن طريق نفق وكانت تعمل هذه السواق في شكل أخاز على رفع المياه إلى أعلى لتصب في أحواض تجري فيها المياه وكان يبلغ طول قناة المجرى من النيل إلى القلعة حوالي 3400 متر والمجرى كان غير متصر لكنه متغطى في بعض النقاط وكلما ارتفعت الأرض ووضع برج ساقير لدفع المياه بالمقدار الذي يتطلبه ارتفاع القناطر حتى تصل إلى القلعة في عام 912 هجرية قام السلطان الغوري بنقل المأخذ القديم من ضرب الخولي والذي كان يقع إلى الجنوب من منطقة السكر والليمون الحالية بمصر القديمة إلى الموضع الحاني عند ميدان ثم الخليج ثم اهتم العثمانين بهذه القناطر بعد ذلك لكن الفرنسيين أساء استعمالها واستخدمت كساتر لحماية الجنود شأنها شأن الأثار التي تكلمنا عليها سابقا التي أهملت في عهد الحملة الفرنسية ثم عاد محمد علي باشا القناطر إلى سلتها الأولى وأخذت تؤدي وظيفتها حتى أول القرنة 19 في عام 1983 قام التلفزيون المصري بالترويج سياحيا لهذه القناطر وأجرى تجربة لتشغيلها وتم تصوير السواقق وهي ترفع المياه في عام 1983 وكانت طبعا مشروعا سياحيا متميزا بعد ذلك سنتناول حمام باشتاك النصري هذا الحمام أنشأه الأمير باشتاك الناصري في عام 740 هجرية وهو مسجل أسريا أيضا أو مدخل هذا الحمام هو الذي مسجل أسريا يقع في سويقة العزي بشارع سوق السلاح هذا المدخل مدخل الحمام عبارة عن عقد مركزي منكسر تزينه من الداخل زخرفة مشاعة ويجتمل المدخل على فتحة باب مستطيلة الشكل يزينها الدقة والإتقان في الوزارات الرخامية الملونة التي تزخر في مدخله ويتبع أثريا منطقة جنوب القهر نأتي بعد ذلك إلى وكالة قصوم الوكالة هي من العمائر الإسلامية التي جيدت لتكون مأوى للقوافل والتكار والمسافرين وبضائعهم التي يحملونها كانت هذه الوكالة تتألف من خناء أوسط مستطيل التخطيط يحف به مباني من عدة طابق أسفلها حجرات أو حواصل يتم إداع فيها المتاجر وبضائع الضلاب وأيضا كان يوجد بها أماكن لإقامة أولئك التكار وتوجد بها أيضا أماكن لربط جوابهم شهد الأمير قصون الأمير المملوكي قصون سنة 742 هذه الوكالة في عدد صلوان ناصر محمد بن قلون وجعلها بمثابة فندق كبير للتجار ولكن للأسف لم يتبقى من هذه الوكالة الآن سوى وجهته وكان مكان هذه الوكالة بين الجامع الحاكمي ودار صعيد السعداء واجتملت أيضا على عدة مخازن عصابة المقريزي المؤرخ الدهشة عندما رآها تكتز بأنواع البضائع ولاحظة أو شاهد بها ازدحام الناس وشدة أصوات العتالين وكانت بها حركة دائبة نتناول بعد ذلك قصر الأمير طاز الأمير طاز هو سيف الدين أمير مجلس طاز طور لإمارة مجلس في عهد السلطان الصالح سماعلي بن قلون وكان من أرباب الحل والعقل وزادت سلطته وجاهده في سعاد السلطان الناصر حسن حتى تولى نيابة حلب وأقام به أنشأ الأمير طاز هذه الدار المعروفة باسم قصر الأمير طاز في عام 753 نجرية على أنقاض مساكن هدمها وتولى عمرتها الأمير منجل وأصبحت قصرا مشيدا يسكنه الأمراء وعند افتتاح هذه الدار أقام الأمير طاز وليمة كبيرة حضرها السلطان الصالح وجمع كبير من الأمراء وقدم خلالها هدية للسلطان عبارة عن أربعة أفراص مسرجة بسروج زهبية وكنابيش زهب وكان حفلا مشهودا أشار إليه كثير من المؤرخين تقع هذه الدار حاليا بشرع السيوفية بالخليفة وتمتاز بواجهتها الحجرية التي تحتوي على المدخل الرئيسي للقصر القصر أو الممط الآخر بعد ذلك هو قصر الأمير قصون أنشأه أيضا الأمير سريف الدين قصون الناصري شهير الزكر في عام 738 هجرية ويقع في الناحية الغربية بالقرب من مدرسة السلطان حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة ومما تمتاز به هذا القصر هو بقاء مدخله الرئيسي حتى الآن ويبارة عن مدخل كبير ضخم يحاكي المداخل في عمائر الممالين يحتوي أيضا هذا المدخل على عقد مدائني ومقرمصات دقيقة ومكسوا بابه بالرخان ثم آلة ملكية هذا القصر إلى الأمير يشبك من مهد الدواضار في عاد السلطان قايدباي المحبودي سنة 880 هجرية وقد نقش الأمير يشبك اسمه وقابه على جانبي المدخل الرئيسي المصر نتناول بعد ذلك قصر الأمير باشتاك الناصري الذي يقع تجاه الدار البيسرية ومن جملة القصر الشرق الكبير الذي كان مسكنا للخلفاء الفاضمين من قبل أنشعه الأمير باشتاك الناصري واهتمت هيئة الأصار المصرية حاليا بترميم القصر وإعادته إلى تخطيطه الأصر تقع واجهة الواجهة الغربية لهذا القصر على شارع المعزل لدين الله وواجهته الشمالية على ضرب قرمص ومدخله الحالي عبارة عن عقد مركب من ثلاثة عقود متداخلة على جنبيه مصطبتان من الحجر باتفاع متر يؤدي المدخل إلى داركا على جنبيها فتحتان للباب اليسرى تؤدي إلى دهليز مقبي يؤدي إلى الاستبل والقاعة رئيسية للقصر يتقدمها سطح مكشوف على يساري حجرة تؤدي إلى القاعة التي تتكوّم من دار قاعة يتعامل عليها أربعة إيوانات ولها سقف خشبي يحوي زخارف خشبية تتدلى من أركانه نتناول بعد ذلك أشكال العمارة العسكرية في عصر المماليك البحري اهتم سلاطين المماليك أيضاً اهتماماً واضحاً بالعمارة العسكرية شأنهم شأن سلافائهم من الأيوبيين وأنشأوا هذه العمائر ضمن سلسلة إصلاحاتهم ودفاعهم عن البلاد تحسباً لأي هجوم خارج كان من أول أشكالها هي الطباقة السلطانية الطباقة السلطانية هي عبارة عن أماكن قصصة لإقامة وسكن مشترات المماليك من العبيد اه اه اجتملت كل طباقة من هذه الطباقة على اه عدة مساكن تتسع لألاف المماليك ونحن نعلم أن سلاطين المماليك كانت نشأتهم نشأة عسكرية حربية بحتة وبالتالي حرص سلاطين المماليك على إنشاء نظام عسكري صارب يربى فيه المملوك منذ الصغر حتى يشب عن الطوق وحتى يصبح فارساً في الجيش المملوكي وقد قام السلطان الظاهر بيبرس اه ببناء طبقتين مطلتين على رحبة الجامع بالقلعة وانشأ برج الزاوية المجاور لباب القرعة وكان يحضر سلطان قولون احياناً موعد الطعام فيها المماليك ويأكل معه واهتم سلاطين المماليك المتواليين على الاهتمام بعمارة الطباقة السلطانية باعتبارها مطبخ اعداد الجندي والامير المملوكي نتناول بعد ذلك الشكل الآخر من أشكال العمارة العسكرية وهي تجديد عمارة أصوار الإسكندرية أصوار الإسكندرية كانت موجودة قبل العصر المملوكي ولكن لما جاء المماليك كان لها صورة محكمان يكتنفهم عدد من الأبراج الضخمة التي تتخذ أشكال مختلفة في التخطيط والارتفاع وكان ينفتح في أصوار الإسكندرية المملوكية أربعة أبواب رئيسية هي باب السدرة وباب رشيد وباب البحر والباب الأخضر وطبعاً ذلك بخلاف الأبواب الأخرى مثل باب الديوان وباب الغدر وباب الزهري وباب خوخة وكان يعهد إلى ضائفة من الناس عرفوا باسم البوابين بمهمة حراسة هذه الأبواب وكانت مهمتهم تتلخص في فتح هذه الأبواب وغلقها والتحقق من شخصية الداخل والخارج إلى المدينة خاصة في الساعات المبكرة من الصباح الشكل الأخير هو أبراج الإسكندرية من أمثلة هذه الأبراج العسكرية برج باب الزهري ويقع هذا البرج الآن في مقابلة ضريح الشيخ محمد الزهري المدفون في هذه المنطقة ويستمد عند أستاذ إسكندرية ويستمد أهميته في كونه ثاني الأبراج الحربي التي تتزال قائمة حتى اليوم بعد قلعة قيتبال وهذا البرج عبارة عن برج ضخم نصف إسطواني تقريباً يتكوى من ثلاثة طابق مبني من الحجر يبلغ ارتفاعه نحو التسعة متر ونص ومن هذه الأبراج أيضاً برج السلسلة الذي ورد ذكره باسم المنار بأن عصر سلطان ناصر محمد بن قلوون الذي شرع في بنائه ليكون عوضاً عن فنار الإسكندرية أو منار الإسكندرية المتخرب القديم إلا أن المانية عجلته قبل إتمامه ثم قام والي الصغر الإسكندري الأمير صلاح الدين بن عرام بإتمامه قبل حملة بطلس على المدينة ومن الأبراج الأخرى أيضاً برج برج كوم وعلى أو برج النضورة الإسكندرية وكانت مدينة الإسكندرية تتميز بوجود كومين من الأنقاض مشهورين هو كوم الدكة أو كوم وعلى كوم النضورة وردت الإشارة إليه في العصر الملوك عام 684 وقد استخدم هذا البرج في مراقبة البحر باعتباره مكاناً مرتفع وظل هذا البرج قائماً طوال العصر المملوك والعصور التالية وعرف في عهد الحملة الفرنسية باسم قلعة كافاريلي تخليداً لذكرى الجنرال كافاريلي أحد قواد نابلون بنبرط وقد اهتم محمد علي بهذا البرج وعرف باسم كوم النضورة وكان مكاناً أو مرصداً لمراقبة السفن البحرية وهكذا نرى اهتمام سلاطين الممليك اهتماماً واضحاً بإنشاء مختلف أشكال العمارة المدنية والعسكرية اهتماماً بالغاً ينم عن حضارة مصر في ذلك العصر الهام من تاريخها شكراً جزيلاً أتمنى لكم التوفيق ونلتقي في المحاضرة القادمة لنتناول العصر المملوكي الثاني أو العصر المملوكي الجرقسي شكراً جزيلاً جزيلاً